عايزة وضح بس جزئية صغيرة لما يجيلك السؤال دا ويقولك احنا عايزين الاعداد اللي فيما بينهم عامل مشترك وحيد اللي هو الواحد الاعداد دي ايه؟ احنا بنقول اولية بس اولية فيما بينهم يعني ايه يا ولاد؟ يعني انا فهمة ان انت عارف ان انا لو عندي عدد اولي مثلا اثنين وعدد اولي مثلا ثلاثة وقلتلك العامل المشترك اللي ما بينهم ايه هتقول لي واحد عشان دي اولية ودي اولية بس دي اولاد مش الحالة الوحيدة انا عندي ارقام تانية ممكن تبقى العامل المشترك اللي ما بينهم واحد والاعداد دي ما تكونش اولية زي مثلا الثمانية والخمستاشر مفيش حاجة تربط ما بين الثمانية والخمستاشر خالص الا جدول ضرب الواحد يعني برضو العامل المشترك الوحيد للثمانية والخمستاشر هو الواحد بالرغم من إن التمانية مش عدد أولي ولا الخمستاشر عدد أولي إلا إن العامل المشترك اللي ما بينهم واحد هي دي بقى كلمة أولية فيما بينهم يعني إيه أولية فيما بينهم؟ يعني ما فيش علاقة تربطهم ببعض مش شرط يكون أولية بس فهمتوا يا أولادي؟